هناك مجادلة شهيرة جداً وما زالت تطرح لأجلها الاجتهادات والأفكار والبحوث وهي علاقة الدين بالعنف هذه المجادلة أنا سأطرح فيها وسط نظر أعتبرها جديدة ومختلفة إلى حد ما عن معظم الاطرحات السابقة وهذه المجادلة تعتمد على فكرة أنه لا توجد علاقة بين العنف والدين من حيث السبب والنتيجة إنما العملية مغلوبة تماماً كيف سنرى هذا في هذا الفيديو قصير حول هذا الموضوع الذي أعتبره خطيراً جداً السلام عليكم أصدقائي ورحمة الله وبركاته العلاقة بين الدين والعنف معروفة جداً وكثير من التساؤلات تطرح حول هذه القضية ولماذا نجد المؤمن الذي يفترض به مؤتمداً على إلهه القادر المكتمل القدرة والذي هو في غنى عن العالمين نجد هذا المؤمن هو الذي يدافع عن هذا الإله المشكلة في رأيي تتفرع إلى قضاء أشكال عديدة أولاً أن الإله الذي نفكر فيه هو ليس الإله الذي نسمع عنه والذي يتحدث عنه رجال الدين على المنابر أو حتى في النصوص الدينية المقدسة الإله الذي يعنون به هو إله الجماعة هو رب الجماعة وليس الإله الذي خلق الكون وما إلى ذلك مسألة خلق الكون ومن خلق الكون وما هي مفردة خلقة هل هي مفردة صحيحة أم أنها مفردة دينية مفردة خلقة هي مفردة دينية لا علاقة لها بفلسفة إنما الفلسفة تفكر تطرح الأسئلة ولا تفترض الأشياء مقدما لأن كلمة خلقة هي مصادرة على المطلوب وتحسم نتائج مقدما وتقول أن هناك من خلق الأشياء لأنه مسألة بسيطة إنه الإنسان سبب ماذا؟ أنه هي الفكرة الخلقية فكرة سومرية فكرة مصرية قديمة وربما هم أيضا أخذوها من أفكار البجتمعات البسيطة البدائية السابقة عليهم فكرة بسيطة إنه الإنسان كان عندما يمد يده إلى النهر يأخذ غير يسمونه أو الطمي الطمي الصلصال ويصنع منه أشياء فخار ويصنع من عنده الآنية الخاصة بأكله وغذائه أيضا يصنع منه الأصنام والتماثيل والأشخاص والحيوانات التي يراها في محيطها أو يتخيلها فبالتالي فكرة أنه خلق صنع هذا الإنسان صنع تمثال لإنسان أو لشيء ما وبعد ذلك ربط فكرة وجود روح داخل هذا الإنسان وأن هذا الفكرة أيضا نفخ بالنار عليه هذه الفكرة كلها جمعت شكلت صورة الإله الذي يأخذ طميا ويصنع منه إلها يصنع منه إنسانا وتتكرر هذا النسخ كما يكرر النحات والصانع التماثيل التي ينتجها فبالتالي التماثيل التي ينتجها ممكن في ضربة حظ يعني مخيلة بسيطة يعني قواعد التفكير المنطقية حتى لو رجعنا على طريقة يعني النظرية المعرفية ديفيد هيوم باستمولوجيا المعرفة ممكن نعرف كيف كيف تنشأ الأفكار وتتحول من حواس وأفعال إلى تصورات وهذه التصورات تشكل فيما بينها ولتشكل في النهاية مخيلة قائمة على الحواس منذ البداية هنا أعود إلى الموضوع الأساسي الموضوع الأساسي أن الدين هل هو مصدر هو مصدر العنف هو مصدر الدين أو أن الدين دائما يدعو إلى العنف وممارسة العنف الجواب أنا أقول لا كلا في الحقيقة الموضوع أن العنف سابق على الدين وليس الدين سابق على العنف العنف هو طبيعة بشرية مسألة لا يمكن أن ننفي وجود نوايا أدوانية داخل الإنسان أو نزعات أدوانية للقضاء على الآخرين أو الاستحوال على الأشياء من الآخرين وهذه بالحقيقة مبدأ الأساسي للحياة يعني هي هذه مزروعة غريزيا داخلنا ولا يمكن الاستعاد عنها أو التخلص منها لأنها هي شكل طبيعي من أشكال الحياة وإلا تفقد الحياة ليس قيمتها تفقد 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 حياة نفسها أي ينقرض الإنسان بدون وجود نسبة من الأدوانية لديه بالتالي نحن لماذا نجد الجميع يفكرون ويقولون أنه يعني يذهبون يعقدون مؤتمرات ومهرجانات ويبثون دعايات بالملايين دولارات على أن الدين ليس مصدرا للأنف وليس دائيا إلى الأنف بالحقيقة كلها أوهام والسبب لماذا نحن نتوهم هذه القضية لأن مصدرها طبعا بغضل هذه المهرجانات كاذبة الدين هو ينتج الأنف يعني مسألة غير قابلة للنقض أو الإنكار لكن الإنكار ضروري حتى لا لكي يتم السيطرة على انفعالات الجماهير أو يعتبرون أمرا صالحا وبالتالي يجيزون الكذف في هذه المسألة لكن أنا أمضي بالموضوع أبعد من هذا أقول وأقول أن العنف هو الذي أنتج الدين أي أن الدين وجد لك يلبي حاجة الإنسان إلى العنف وليس العكس بالتالي الله الذي خلقه الإنسان أو صنعه أو تصوره أو مجمع الآله الذي تصوره هما بالحقيقة بسبب نزعته إلى العنف ونزعته إلى أن يحصل على الأشياء ويكسب ويفوز ويضمن حياته ويحقق كل مصالحه وأحلامه أو تطلعاته في جميع الأسئلة بالتالي اختراع الله وخلق الله أن الإنسان الذي خلق الله وإنسان الذي خلق الأجيان إنسان هو النفس الذي خلق أو صنعه خلق يعني صنعه أو جبله فالخلق من العدم لكن الصناعة ليس من العدم هذا الفرق للوحيد بلغويا طبعا المهم أن هذا الإنسان هو الذي صنع كل هذه الأشياء لماذا؟ لأنه عند لديه نزع للعنف ونزع للإكتشاف والإكتشاف وأي نزع الإكتشاف بالضرورة تحمل شيئا من العنف يعني معظم أفعال البشر الأساسية هي تجد فيها جانب لا يمكن إنكارها من جوانب العنف بالتالي الدين هو الشيء الذي أو الظاهرة الاجتماعية أو الجماعية بالأسفل لأننا نعتبر أنه الدين هو هو الذي ينتج الجماعة وليس الجماعة التي تنتج الدين الدين هو التصورات الدين يقصد فبالتالي هذا الدين هو الذي وجده لكي يلبي حاجة الإنسان لهذا العنف كل ما كان الدين أكثر قدرة على تنظيم عمل الضبط الاجتماعي الضبط العنيف للمشتاء الجماعة التي يسيطر عليها وطبعا عبر العنف كل ما كان الدين أقوى وأكثر قدرة على البقاء والنجاح وزيادة أواصر المجموعة التي يمثلها هنا السؤال هل أن الدين بطبيعته ميالا للعنف يصبح هذا السؤال سؤال نافل وفي الحقيقة سؤال فيما بعد يعني ممكن أن نسأل أن الدين يولد العنف لكن الدين نفسه هو جنين أو ابن الشرعي للعنف الموجود داخل كل إنسان وكل جماعة بشرية بالتالي هذا الدين ينطوي بالضرورة على العنف في جوهره أي أن الجوهر الدين هو العنف ومثل ما أن العنف هو جوهر الإنسان والعنف هذا الذي يتمثل في نزأته إلى الاستحوال على الأشياء التي حوله ومنها الطعام وحتى الإنسان أصلا كيف يتنفس هو عملية استحوال الإنسان عندما يتنفس الهواء نفسه أن الإنسان يستحوض على الهواء ويمارسها بطريقة عنيفة يعني التنفس ممكن أن صفه بأنه عملية فيزيولوجية لا إرادية لكن هي عملية بشكل أو بآخر هي عملية عنيفة وكل من لا يمارس العملية العنيفة بطريقة صحيحة بالتالي سيخسر فرصة في البقاء والحياة إلى أبد يعني هاي مسألة لا بد أن نفكر بها بهذه الطريقة بالتالي نحن ليش يعني السؤال لماذا ننسى هذه القضايا لماذا نتجاوزها وبعد ذلك نبدأ نتحدث عن هذا الدين لا هذا الدين جيد نبدأ نصنف ونقسم الأشياء فيما بينها ونقول لا هذا الدين الأديان لا تولد العنف ولا أديان متسامحة هناك أديان ومذاهب عنيفة ومتطرفة نبدأ بتصنيف الأشياء بالحقيقة علينا أن نصنف منذ اللحظة الأولى لماذا هذه الأديان ظهرت واستمرت لأنها تمارس العنف ببساطة لأنها تدعو للعنف وتنظم عملية العنف الفرق فيما بينها أن هذه أكثر عنفا من غيرها أو تمارس العنف بالطرق مبتكرة أكثر من غيرها وبدليل أنه عندما تجد مؤتمرات رجال الدين يتحدثون بلا باقة وطريقة لطيفة ولكن ويقولون نحن متسامحون ونحن كذا وكذا يسوي لك لائحة ضخمة جميلة جدا في الحقيقة هذه اللائحة كلها أكاذيب في أكاذيب لكن أكاذيب ناجحة هنا لنها الفرق أكاذيب ناجحة جدا وصالحة وبالعكس تدعو للخير والسلام والمحبة وقائمة طويلة بحيث أنت تحلق في السماء السابعة في السماء التسامح والجمال والمحبة السابعة ودون أن تشعر من هنا فأنا من يقول أن الدين هو السبب المباشر للحروف فهو يعني على حق طبعا وعلى خطأ أيضا أن القضية لا تتعلق بالدين فقط إنما الدين بأتباره شكل من أشكال العنف أو منظومة أولدتها الحاجة الإنسانية الغريزية لممارسة العنف بمختلف أشكاله أقصد العنف الذي عملية البهد عن الطعام ممكن أعتبارها عملية عنيفة أيضا عملية الاعتداء على الآخرين أيضا عملية عنيفة فكل هذه الدرجات العنف تختلف ويتم نطوم يعني ممكن نسمي هذه الدرجات الدرجات اللطيفة ودرجات الغير خفيفة أو الثقيلة هذا الكلام يؤدي بنا إلى اكتشاف حقيقة مهمة جدا وهي أن الإنسان المتدين بطبيعته هو يختار الدين الذي يتوائم مع مزاجه وحاجاته ومتطلباته وعليه فنجد أن الشباب خاصة متحمسون إلى الحركات الدينية المتطرفة لماذا لأنه بداخل غريزة قوية يعني شهو للعنف ويحاول أن يفرغ هذه الطاقة الهائلة العدوانية التي يغذيها المجتمع بدورها لأنه نظام الأسرة في مجتمعاتنا يفصل الرجال عن النساء وعموم جميع مجتمعات جماعات البشرية هذه عملية الفصل مختلفة الدرجة بين مجتمع وآخر لكن نظام الأسرة قائم على فكرة أنه الرجل هو رجل هو رجل عدواني يربى لكي يكون ثور قطيع يعني هذا الثور الغاضب الذي المخنزر العيون الغاضبة دائما وفي أي لحظة جاهز للقتال والسراع والمكفاح ضد الأعداء وضد أي شيء تجد هذه الطاقة متوثبة لديهم وكثير من الذين تموا هذه الحركات المتطرفة وتمكنوا من الإفلات منها شعروا يعني عندما تذكرون تلك الأيام العنيفة الأفكار العنيفة التي تجول في رأسهم يعني يكادون يصدمون مما كانوا فيه والحالة الأثيرية التي جرى تخديرهم فيها وعليه بناء على ما سبق مصدر العنف دائما يصدر من الدين والدين نفسه هو مصدر للعنف ما الفرق بين الحالتين هنا يكمن السؤال المهم الفرق الأساسي والبارز بأن الدين يعني المصدر الذي العنف الذي ينتج الدين والعنف الذي ينتجه الدين الفرق بينهما هو أن العنف الذي ينتج الدين هو عنف مستور وغير مؤلن وغير مكشوف لكن العنف الذي ينتجه الدين هو العنف الذي يمكن قياسه واكتشافه وتحديده هذا الفرق الكبير جدا بين الأمرين هنا تطلبت الحاجة لأن يكون هناك طرف رابع يسيطر على هذه العملية عملية الفيدباك بين الجماء بين هذا النظام الثلاثي هذا الذي العنصر الرابع هو الله فالله هو الإله دائما نلاحظ أن الإله هو إله عنيف ولكن دائما هذا إله هو في وقت نفس رحيم فهذه الخلطة بين الأشكال الثلاثة هي التي تولد لنا الإله الذي تتقلب أشكاله بين هذه الصورة وتلك لكنها عموما لا نكاد نجد إله غير عنيف جميع الآلهة تمتلك درجة هائلة من العرف ومن الطبيعة نجد مثلا الأشكال هي إلهة الحرب وإلهة الجنس وإلهة الجمال والحب فبالتالي هي أيضا إلهة عنيفة والحب أيضا عملية عنيفة الحب لا يمكن أن تعتبر عملية لطيفة الحب أن تريد شيء من الآخر لماذا تحبه هل تحبه لكي أنك تريد له الخير مثلا هو يحب لي أن أريد مثلا من عنده صحي يريد من عنده الخير لكن الخير الذي ترجع فائدته لي أنا عندما أحب أمرأة أو أمرأة تحبني فبالتالي بيننا عملية عملية بها شيء من العنف شيء من التطلب أن أطلب الشاء من الآخر الآخر يقدم خدمة جنسية أو خدمة أي خدمة اجتماعية خدمة أسرية خدمة بيتية وهكذا أنواع كثيرة من الخدمات التي أطلبها من الآخر وأنا أيضا مع تطور الزمن عبر التاريخ البشرية أصبحت العملية التبادلية لكنها كلها قائمة على أساس من أساس العنف وهذا الأساس الذي هو أصدر لنا الذي من خلاله أنتج لنا كل المنظومات المعرفية در صحة التسمية أو الجماعية أو الاجتماعية أو العشائرية أو القبائلية أو السياسية أو السلطة أو السلطة التسمية الأدق هذه التنظيمات السلطة كلها هي أشكلت هذا المظهر الأساسي الذي تسربت من خلاله أنهار العنف النابعة من جوف الكائن البشري والتي لا يمكن القضاء عليها أو قطع الطرق عليها إنما هي جزء أساسي من أجزاء الطبيعة البشرية وبالأكس هي جزء أساسي من أساس جوهر أي كائن حي بالتالي الحياة نقدر نصورها به الحياة هي عملية ممارسة للعنف وكل ما في الأمر أن هذا العنف يمر في قنوات الإنسان ولا يمكن يعني لا يمكن أن يعبر عن قنوات الإنسان العفو إلى اتجاه العالم المحيط بهذا الإنسان أو الذي وجد فيه وهذا لا يمكن أن يحدث إلا عبر وسائل ابتكرها الإنسان عبر الزمن واكتشف بأن هذه الوسائل كانت أولى طريقة لممارسة وتنظيم عملية توزيع العنف على مستحقيه طبعا وبطريقة جيدة هذا عملية تنظيم العنف هي التي أنتجت لنا الدولة أنتجت لنا المؤسسات أنتجت لنا الأسرة أيضا الأسرة هي أيضا منظومة سلطوية عنيفة بالضرورة وهذا كل أدى بنا أشكل الجماعة البشرية وهذه الجماعة البشرية بدأت من شدة العنف الذي كانت تنطوي عليه وخاصة اللي عبرت عن الأجانة التوحيدية أنه كانت عبارة عن جماعات ما هو الدين التوحيد هو قطيئ قطيئ ديني ويقول هذا القطيئ هذه الأرض لي مثلا قطيئ الديني اليهودي هذا يعتبر أنه هذا الأرض ورثت إلههم ورثت منحهم هذا الأرض ووقع عقد فيما بينه وبينهم وهذا العقد تم عن طريق الختان وقوس قزح وقصص من هذا النوع المهم ألفوا هذه القصة لكي ينظم معاملية الأنفة التي هي جزء رئيسي من واقعهم أو تكوينهم البيولوجي كبشر لكن هذه أمالية الأنفة التي نظمها اليهود وانتجوها عبر قصص وأساطير استقوها من الأمم المجاورة لهم أو التي عاشوا في محيطها لكن كانوا يعني أمم مقهورة تلقت كثير لا بد أن نشهد لما جرى بحق اليهود صحي هم كانوا في تاريخهم القديم عنيفون جدا ويقتلون حتى ليس الأطفال والنساء فقط إنما يقتلون حتى الحيوانات يقول لك هذا حي النجسة حتى الحيوان الذي يذبح ويأكله يقتله يقول هذا ما ريده فتخيل أنه على درجة العنف التي كانوا عليها وهو جزء طبيعي من التاريخ العنيف للجنس البشري بأكمله لكن هذا العنف الذي ونظموه بعد ذلك ونظموه وظهر بينهم أناس عباقرة وأنبياء ومصلهين هؤلاء نظموا عملية العنف واخرجوها على شكل نصوص مقدسة لكن مع هذا تعرضوا لعنف الأمم الإمبراطوريات الكبيرة التي كانت في زمنهم ومنها الإمبراطوريات البابلية والأشورية والمصرية وأيضا أكو ممالك كنعانية وفي نيقية في مناطقهم أيضا طبعا لا بد أشير إلى مسألة مهمة وهي أن العنف الذي يوصن به اليهود في زمننا المعاصر في فلسطين المحتلة هذا عنف لا يعتبر عنف ديني أنا في رأيي إنما يعتبر عنف العلاقة بالنزعة الدولة الحديثة جزء من صراعات الدول الحديثة إنما ليس مصدرها دينيا بالعكس المتطرفين اليهود الأرثودوكس يسمونهم هذول بالعكس هم ناس مسالمين صحيح هم متطرفين دينيا لكنهم مسالمين بل يرفضون أي ممارسة للعنف حتى موعد مجي المشية بالنسبة لهم أو المهدي المنتظر بالتعبير الإسلامي الفكرة التي أقولها بأن عملية تنظيم العنف وإدارة شؤون العنف التي تصدر كالنهر الجارف من داخل الإنسان هذه جرت تنظيمها واليهود فشلوا في هذه العملية عبر وألاقوا الأمرين من الأمم الأخرى السبي وتدمير الهيكل أكثر من مرة الهيكل اليهودي هذا كل عمليات وأيضا عمليات الجينوسايد يعني عمليات التطهير الأرق التي تعرضوا لها وأيضا أمم كثيرة ليس اليهود فقط لكن أقصد اليهود فقط لأنهم هم أنتجوا النص المقدس الذي يحترمه الجميع وتحترمه نص البشرية حاليا وتعتبره مصدرا للمعارفها حتى الآن هذا النص كان مليء بالعنف لكن جرع تنظيمه بعد ذلك وعندما أتوا المسيحيون نظموا هذه العملية وعجنوها بالفلسفة اليونانية وخاصة فلسفة أفلاطون وأخرجوها لنا مسيحية بعد مسيحية بولوسية على نمط بولوس وشعبت بعد ذلك الأشياء كثيرا لكن الفكرة هو أن هذا العنف الذي الذي الدين مصدره بدأ الدين يضطر إلى أن ينظم عميلة العنف التي أنتجته وهو الدين معنى آخر هو السلطة يعني النظام السلطوي أو منظومة الألاقات السلطوية التي كانت تحكم المجتمعات يعني مو مفردة الدين أدى ما أتحدث بها أرجو أن تفهم بمعناها الواسع أو العميق وليس معناها المتداول بين الناس هذا أطلب دائما الالتفات لهذا الموضوع الدين اضطر إلى أن يوجد حلقة وسيطة بين عنف وعنف أن هذه الحلقة الوسيطة التي أنتجت الدين العنف الإنساني أو الطبيعة الإنسانية العنيفة أنتجت هذا الدين هذا الدين بعد ذلك اضطر لكي يبقى يجب أن يقلم أطرافها ويجب أن يتخذ الشكل اللطيف أو الشكل المداهن المناور الكاذب المزيف هذا تجد الرب الديني أو هو الطرف الذي يراقب كل العملية أو هو مصدر يعني أو المتعبير الأشمل لكل هذا النظام الثلاثي نظام الفيدباك بين الجميع هذا كل هو تجد عنيف مرة يبتسم مرة يضحك مرة يجتم رائحة الشواء مرة يطالب بالقرابين مرة يعاقب فهو هذا تعبير عن عنف السائد العنف الأصلي المتأصل في الطبيعة البشرية الدين جاء نظم هذه العملية هناك أديان فشلت في تنظيم هذه العملية ولكنها ظلت تمارس العنف بشكل بشأ وغير لم تجد تقديم هذا العنف فشلت في تقديم عنف قابل لأن يعيش ويستمر إنما عنف يلبي حاجات سريعة آنيا لكن العنف الذي بعد ذلك أجلت المسيحية نظمت عملية العنف وأدت إلى عمليات تطور الموضوع وأنتجنا عمليات ضبط اجتماعي يتحدث عنها كثيرا تخصص بالحديث عنها خاصة طلع الأسد يعني أدى كتاب مهم جدا جينالوجيا أدى يعني بحوث مهم ممتازة في هذا المجال وممكن أندى مقابلات على الفيديو على يوتيوب تقدرون تشوفوها هذه عملية ضبط اجتماعي هي التي أنتجت لنا أديان بطريقتها والتشرع عملية العنف بالوقت نفسه بعسب تعبير ماكس فيبر أنه الدولة هي التي تحتكر العنف لصالحها وتعاقب كل من يعني العنف الشرعي هو من حق الدولة فقط وهذا من تعاريف الشهيرة فبالتالي صار العنف هو لتيجة طبيعية للدين وصار الحجة الوسيطة بين عنف الى عنف العنف البيولوجي الطبيعي العدواني أصبح بالضرورة بحاجة الى آلة أو أماكن أو ممر يهذب هذا العنف ويحول إلى أشكال مختلفة الآن العنف الموجود في المجتمعات المعاصرة المتقدمة نحن ما لدينا علاقة كعرب ومسلمين بالموضوع العنف الآن يصرف بطرق مختلفة بالرياضة بالتنافس العلمي التنافس التكنولوجي التنافس يعني أشكال مختلفة من أنواع التنافس المالي الاقتصادي الصناعي الآن وصلت إلى مسائل تكنولوجية على مستوى التكنولوجي فهذا العنف يتسرب ويجد لأشكال مختلفة لكل ما كان هذا العنف كل ما تم صناعة وأعادة إنتاج هذا العنف بأشكال جديدة أكثر تهذيبا أيضا كل ما كان هذا العنف مقبول وصالح قابل لأن يورث ويستمر الدين هو عملية هذا الإطار الذي نسميه الدين أو الدولة هو قابل التوريث يعني النظام الذي ألقا عليه الدين هو مثل ما نورث جناتنا لأولادنا نورث أيضا دياننا ومؤتقداتنا في الوقت نفسه ودين لا يورث دين مؤتقداته إلى الأجال اللاحقة هذا دين لا يرقى بالاستمرار وهذه عملية جزء من عملية التطور الطبيعي للإنسان هذا تكون تطور طبيعي وكو تطور الصناعي الدين هو التطور الصناعي للإنسان لحد يعني نعتبرها قد لحد لزمن ظهور الحداثة في العالم الغربي ونحن ما زلنا لم تظهر لدينا هذه الحداثة ما زلنا هذه المرحلة لم نتجاوزها حتى الآن الغرب تجاوزها قبلنا بنحو 500 عام واشتغل عليها ودفع ثمان باهظة من أجل هذا الانتقال ونحن ما زلنا في هذه المرحلة نرفل نرفل بآيات الحب والرحمة والتسامح والدين الصحيح الفحيح والآن أصدقائي العزاء سأنطلق إلى الجزء النظري من هذا الموضوع وتركته لنهاية الحلقة لكي لا أثقل على من لا يرغب في المزيد من العمق لهذه القضايا أو لجانب النظري للبحث في جانب النظري لها أقول في هذا المجال أن العنف هو تفسير للظاهرة للظاهرة الدينية وليس الدين تفسير لظاهرة العنف حتى وضح الصورة في مخطط خلينا نشوف هذا المخطط حتى يعني حتى لكي لا تختلط الأفكار وتتداخل في ما بينها كما ترون أمامكم هذا المخطط وضح بموضوعة الدين تفسير لظاهرة العنف وليس تفسير وليس ظاهرة للتفسير للتفسير للتبسيط أقول أن هناك حاجة دائما جماعية عند الناس عموما للقيام بأمر ما وأي فعل يتطلب بالضرورة ممارسة عنف بشكل أو من الأشكال بدرجة من درجات العنف والقوة وصرف طاقة بالنهاية على هذا الموضوع فكيف يمكن تنفيذ هذه الحاجة وسط نظام اجتماعي معقد ومتعدد القوة لا بد من البحث عن وسيلة لتبرير العنف اللازم فئله لتحقيق هذه الحاجة سأضرب مثالا معروفا عن الرسول محمد ودعوته وأيضا دعوة المسيحية ودعوات كثير من الحركات التي معروفة عبر التاريخ الآن سأقدم هذا سأشرح هذا المخطط أو هذا الموديل بالبداية لدى كل إنسان كما نرى من الجانب الأيمن أن هناك نزعة طبيعية للعنف داخل كل إنسان بل كل كائن حي كما قلت في الجزء الأول من المحاضرة هذه النزعة تتجسد كيف؟ ما دام الإنسان هو كائن اجتماعي فهذه تتجسد في صورة إله هذا الإله مع الزمن تطور وأصبح سلطة شرعية وجرى المزج بين الاثنين لأننا ما زلنا مجتمعات وكائنات ليست جماعية واجتماعية بالكامل أو لم تنفصل عن مرحلتها عن النزعة البداية داخلها فما زال الإله أو فكرة الإله بحاجة لها الإنسان لكي يتصور لكي يبرر أو يضفي على مفهوم أو نزعة الأنف داخله والأدوان على الآخرين يضفي عليها رمزية ما أو تنسب إلى إله أو قوى غيبية ما وفعلا نزعة الأنف داخل الإنسان هي توحي بأنها شيء غيبي وغريب عجيب يأتي من مكان ما لا يدركه الإنسان على كل حال هذه النزعة تتجسد عبر إله وثم تتطور كما في عصر الحال إلى سلطة شرعية أيضا هذه السلطة عندما ماذا ينتج عن هذا المسار في هذا المودل فينتج عن أن هناك نزعة خفية لممارسة العنف لا يجوز أن يمارس الإنسان العنف بدون وجود مبررات هذا أمر كان ممكن يوجد لدى الكائنات البدائية أو الكائنات غير البشرية يعني ما زالت تتصف بصفة الحيوانية الإنسان يحتاج إلى أن يعمل عقله في هذا الأمر ويحاول أن يبرر العنف فهذه النزعة الخفية تظهر عن طريق طرق متعددة أولا الطريقة الأولى الأخيرة حسب الأحدث زمنا دولة حديثة أو تظهر عن طريق جماعات وأديان ثم مجتمعات أو جماعات متنافسة هذه في العصور يعني طوال العصور موجودة هذه الحالة أما الدولة الحديثة فهي مسألة حديثة من اسمها والحديث يعني مو قرن الخامس عشر لا أقصد بها القرن الحديث يعني القريب أو يعني شبه المعاصرة أو القرن التاسع عشر قرن الـ 20 والـ 21 أيضا هذه تنتج هذه النزعة الخفية ثقافات وحضارات مختلفة طبعا هذه كلها تتغلف تحت غلاف يسمونها أديان سلام ودول مسالمة بالحقيقة هي الدول عنيفة في طبيعتها وكل ما تفعله هو يعني محركة الأساسي هو العنف والحاجة لممارسة العنف للحصول على الماء والكلاء بالتعبير القديم التراثي وفقا لهذا النموذج أحنا نقدر نشوف بأن هذه النزعة الطبيعية للعنف هي التي تفسر ظاهرة الدين وليس العكس نحن ماذا نفعل؟ نأتي للنزعة الخفية للعنف ونذهب نمشي بالطريق المعاكس ونقول هذه لا تمثل الإله أو السلطة الشرعية والحقيقة هذا كذب علني وأيضا هو جزء من فكرة الوجود لأنه أنت لا تستطيع أن تفضح القضية القضية التي الكل يتحدث بها هذا سبب تجد الإنسان المتدين مجرد أن تتحدث عن الدين رأسا يقفز في وجهك ويقول لك لا تتحدث لماذا؟ لأن هناك النزعة خفية أنت كشفت كشفت السر العظيم لأن كل الناس تعودوا على أن هذا الدين لا هو صحيح مطلق لا يمسوا شيء ونحن أتحدث عن كيف يتم تحويل اللأب بين السياسي والديني في هذا الموديل فالنزعة الخفية للعنف دائما تحاول أن تغطي نفسها أو لا تفضح نفسها عن طريق إله أو سلطة شرعية تبرير السلطة الشرعية كما يعني دول الناس اللي مثلا حنة آراندت تحدثت كثيرا عن هذا الموضوع السلطة كيف تغطي نفسها أو الموالفين كيف يبررون كل فعالهم عن طريق السلطة وأتحدث هذا الموضوع أنا راح أخصص له بحث خاص لاحقا لكن بعدني ما عندي العدة الجاهزة لفهم مشروع حنة آراندت فهي قالت تجد أنه قتلوا الملايين مثل 6 ملايين يهودي وضمنهم غجر وغيرهم قتلوا عشرات الملايين من الشعوب الأخرى شنوا حروب وهؤلاء بعضهم قتلوا مئات الآلاف بأنفسهم أمروا بإحراق وقتل وتجويع وعمليات إبادة شاملة وقدم حاكمهم خاصة محاكمة شهيرة في هذا النازي في تل أبيب وحضرتها حنة آراندت قال أنا أنفذت الأوامر لا علاقة لي بكل ما جرى أنا بالنسبة لي أتتني الأوامر ونفذتها وانتهى الموضوع فهي هذه توضح النزعة الخفية للعنف وتوضح لماذا لدينا أديان الأديان هي تفسر وتغطي على موضوع العنف أي أنها نتيجة وليس سببا لكن ضمن الشروط اللعبة أن لا تقول أنها سببا ولا نتيجة أن تقول لا أنها صحيحة مئة بالمئة وكل ما علينا أن هناك نضح من هذه الأديان لا يمثل هذه الأديان كما نقول مثلا أن داعش لا تمثل الإسلام على سبيل المسيحة ولا نقول أنه الفرسان الصليب أو العمليات القتلة التي شنتها المسيحية في القرون الوسطى لا نقول أنها تمثل المسيحية وهكذا هلما جرى كما تقول العرب في هذا المخطط الثاني سنرى سبب لجوء الإنسان لهذه الطريقة بالتفكير وسبب ظهور الأديان بشكل عام دعنا نكبرها هذه الصورة دينياً ماذا تقول هذه الورقة؟ أو هذا الموديل الثاني المفروض هذا قبل ذلك عرضه لكن المهم دينياً وسلطياً الإنسان هو كائن قطيعي وليس اجتماعي وهذا ليش قطيعي وليس اجتماعي هذا شرحته في موضوع المجتمع الظاهرة الدينية قبل سنة وشوية تقريباً الإنسان عموماً كائن غير مسالم يعني لا يوجد إنسان مسالم ولو كان هناك إنسان مسالم لما بقي على قيد الحياة ولما استمر الجنس البشري حتى يومنا هذا هناك مجموعة من الناس كما ترون الإنسان مسالم واحد واثنين وثلاثة وعشرة وخمسة وألف وألفين هذولا كلهم المشكلتهم بشأنهم كلهم غير مسالمين وكلهم أدوانيين وكلهم يبحثون عن مصالحهم الخاصة ويعني شروط الحياة توفير شروط الحياة الطبيئية لهم لكن وبفعل إرادة بداخلهم إرادة هذه الإرادة هي الإرادة التي تدفعهم للعنف وممارسة العنف والبحث عن أي شيء يعني يسقط عليه هذا ينعكس عليه هذا العنف لكي يكون هناك مردود يدخل في جوف أو في حصيلة الإنسان غير المسالم هذا أو هؤلاء هذا المشكلة هو أن يصير أن هذا الإنسان غير المسالم لا يستطيع أن يعيش الوعد إنه كان قطيع وليس كان اجتماعي هذا يأدي إلى أن هؤلاء يجب أن يلتقون وينظمون عملية نظام أو يؤلفون فيما بينهم نظام علاقات هذا نظام العلاقات لا يتكون بطريقة مفتعلة يتكون بطريقة طبيعية أنا أعطيك الشيء أنت تعطيني الشيء مع الوقت يصبح هناك تراكم تراكم علاقات فيما بيننا وهي تراكم يخلق شروطه ويخلق رموزه وأشاراته ولغته ومع الوقت تشكل جماعة وهذه الجماعة بعد ذلك كما يقول الباحثون أن هناك يعني نظام علاقات بسيط بداي إذا زاد عدد الناس عن 150 شخص من أقارب ومعارف وما إلى ذلك راح يصير نظام عشيرة أو دولة أو قبيلة متعدد يصعب بعد ذلك السيطرة على أفراده إلا بوجود نظام أكثر تعقيداً للسيطرة عليهم هذا نظام الألاقات راح يتشكل هذا النظام سواء بشكل طبيعي القبائل والجماعات القديمة البداية هي تشكل منظومة علاقات فيما بينها عادة ما نسميها هناك هذه المنظومة هي منظومة أنثروبولوجية يعني ما نقدر نسميها دين أو شيء من النوع الدين أو نوع من الدولة البداية أو النظام البداي أو العشيرة البداية وهاكذا أي مؤسسة بمعنى ما اللي يحدث شنو هذا النظام الألاقات هو راح يألف بعد ذلك دين هذا النظام بيأكمل راح يوليد ماذا ينتجنا في النهاية ينتجنا ثقافة ينتجنا اقتصاد ينتجنا تشريعات عادات وفقا لقدرات نظام الألاقات هذا ودرجة تطوره ودرجة عنفه طبعا لا بد ننتبه لهذه المسألة لأن العملية كلها عملية عنيفة عملية البحث عن الموارد والبحث عن الموارد لتطلب طاقة وجهد وإرادة بالنتيجة رغبة ودافع قوي لممارسة العنف بطرق مختلفة أحيانا حتى قبلة تقدمها إلى صديق أو حبيب هي يعني نوع من أنواع العنف لأن العنف المتبادل حتى في الألاقات الجنسية العملية جنسية عملية عنيفة في أول كل حال حتى عملية الولادة هي عملية عنيفة فالعنف متغلغل في كل تفاصيل حياتنا حتى علاقات الحب ممكن هذا بحث آخر ما رد أدخل به أيضا هناك سيصير تعارض بين اثنين هناك عنف غريزي مصدر دماغ الزواحف لأنه كما نعرف أنه دماغ الإنسان يتكون من جزء الحسي الغريزي الذي أغلب كما يقول الباحثين أنه هذا الذي يسمونه دماغ الزواحف وهناك عنف عقلي ديني هذا الدين هو الذي أنشأ نظام العلاقات المعقد وستمح بوجود أديان ومنظومات من الشعور يعني منظومات فلكلورية ومنظومات من التقاليد والتشريعات والعادات والطقوس هاي كلها والأبادات هاي كلها أدت إلى وجود نظام أو سلطمة تشرق العنف هذا التشريع العنف كان ضروري جدا لأنه لا يمكن أن تمارس العنف بشكل مطلق لابد أن تخرج من العنف الغريز الذي يولده داخلك دماغ الزواحف دماغ الزواحف يحثك على ممارس العنف بشكل لا يمكن ليس له حدود وليس له اعتبار لأي لأي كان آخر حتى هو من اسم دماغ الزواحف الزواحف معروفة لا تنتظم ضمن مجامية حتى عندما تبيض تترك بيوضها في أي مكان وتذهب فحس القطيع داخل الزواحف قليل ونادر جدا هذا هو مصدر العنف الموجود داخل الإنسان ومصدر عجز الدين عن أن يكون المهيمن على أي مجتمع ديني يحاول أن يسيطر دائما هناك ما هو أكبر من الدين رغم رغبة الدين الجارفة في أن يكون هو المهيمن على كل شيء والآن أعود إلى الموضوع الذي قلته بأن هناك أضرب مثال الدعوة المحمدية والتي بدأت بدعوة الناس إلى أن يلتحقوا بهذا الدين وعبادة إله واحد لكن هذه الدعوة لم تتسم بالعنف في البداية لكن كانت عنف بأن أنتم إذا ما أطعتم الله فستكون في نار جهنم والسعير وآيات التهديد والوئيد معروفة في القرآن وهي بحدود 300 أو 500 آية لا أتذكر كلها التهديد وعيد لم ينفع كل هذا فماذا جرى بعد ذلك تم طبعا هو التهديد والوئيد هي ممارسة عنيفة فهنا يعني لابد أن يشوف هناك كانت هناك رغبة لدى الرسول الكريم وليس الرسول هي مسألة تحققت عند كثيرين يعني سواء عند الدعوة الوهابية محمد عبدالوها في السعودية في القرنة 19 دعوة الخميني دعوة طالبان دوائش داعش الدعوة العباسية العثمانية أي دعوات حتى دعوات هذه الإسلامية ما يتعلق بالمسيحية أيضا بالعشرات كثير من التفاصيل هاي كلها تشكل هذا الموضوع هنا دائما يظهر تظهر حاجة لنظام جديد نظام علاقات جديد ولكن الدافع الغريزي للعنف موجود دائما هو مجموعة ونازل غير مسالمين دائما يختل المعادلة الموازنة وهذه المجموعة تبحث عن نظام علاقات جديد أو واحد من بينهم لديه قدرة على أن يشكل جماعات خاصة به يسعفه الحظ وينتصر ويضع نظام علاقات خاص به هو وهذا النظام هو الذي يشرع العنف وكلما كان هو أكثر ذكاء ودربة وخبرة في تشريع العنف كلما كانت فرصته أكبر في الانتصار وبالنتيجة كما ترون بالأسفل على اليسار قرب إيدي عنف شرعي تمارسه تشكيلات جماعية منظمة ومنضبطة هذا يذكرنا عن المخطط دائما يعني نبهنا لأن دائما هناك حاجة لقدر من العنف لكي يتحقق أي مشروع وأي حاجة حقيقية الإنسان لديه حاجات دائما مستمرة ولا يمكن الذي ليش تلديه حاجات هو إنسان ميت وخارج هذه الحياة فبالتالي هو دائما في حاجة ما سنو ممارسة العنف بشكل من الأشكال المجتمعات المعاصرة العنف لم يقل فيها لكنه تم تصريف في اتجاهات مختلفة تنافسية غالبا على صعيد الرياضة على صعيد العمل حتى على صعيد الفكر أنا الآن أيضا أتنافس مع الآخرين في قناة اليوتيوب فأيضا أنا ممارس عملية عنيفة بطريقة أو بأخرى لكن أنا أدعي عملية فكر ورح أوضع مسألة كيف يتعارض العنف العقل الزواحف مع العقل المفكر أو الذي يطمح للمعرفة والعلم ولماذا يتم التعارض هذا المخطط سيوضح أنه السبب الكامل وراء هذا وهو أن حتى قول الآن أنه هذا النظام لابد أن يطلب ممارسة العنف لكنه يغطي هذا الأمر باسم دين وإله وسلطة تشرع هذا العنف فهذا ماذا يحصل لابد أن تصنف الناس بعد ذلك إلى مؤمنين وكفرة وهذا مؤمنين أو كفرة أو خوانة أو ناس أجانب كلمة أجانب أيضا كلمة تضمن عنفا هذا أجنبي يعني ليش أجنبي يعني المعنا التشيني مبشر يعني هذا يعني ليس من صنف البشر الخاص بنا نحن الصنف مختلف فكل كلمة تجد فيها داخلها جذور العنف كامنة وموجودة مجرد أن نبحث بها وهي الكلمة من أين أتت أتت منها هذا الحاجة إلى نظام العلاقات الذي يربط بين الأناس غير المسالمين مع بعضهم البعض هذا التصنيف بين المؤمنين وكفرة دار حرب دار سلام وما إلى ذلك أقرت بعد ذلك كل القيم و تشريعات العنف أيضا قرى الجهاد وقرى الغزو السبيل الحرائر والأمر ما زال يؤمن به مليارات من الناس حتى يومنا هذا والآن في الختام أقدم فكرة عن كل ما قلته في هذا الفيديو أو منخص أو نظرة عامة على مؤمنته أقول بها أن الأديان هي منظومات اعتذارية وليست منظومات سببية أو معرفية أما الفلسفات والعلوم فهي منظومات سببية وليست منظومات اعتذارية وهنا الفرق بين المنظومة السبببية أو المعرفية ومنظومة الاعتذارية ما هو الفرق السبب أو سبب هذا الفرق هو أن الدين نتاج الطبيعة لهذا يبحث الدين والذي هو ظاهرة تفسير لظاهرة يبحث عن رد فعل وأصدار أحكام بأسرع وقت ممكن ليس لديه وقت لكي يراجع قراراته ويتأمل فيها ويبحثها في بحوث مختبرات وبعد جهد جهيد الأحداث أيا كانت بالنسبة للعقل الديني هي إما إلهية أو شيطانية إما خير أو شر لي أو ضدي لا توجد حالات أخرى فدائما هنالك لا يفكر بوجود أسباب وراء الأوامر الإلهية أو الإرادات الإلهية هي مجرد إرادات خالصة ولا حاجة لتفسير ما تريده تلك الإرادات الإلهية المطلقة عادة هي مطلقة ليش حتى لأنه إرادات خالصة يعني المطلقة حتى لا تسأل أنت ماكو دعا تسأل أما في الحالة المعاكسة الأحداث بالنسبة للمفكر أو العالم الطبيعي أو السعين سعنا أقصد فهي الأحداث التي تحدث دائما لها أسبابها ودوافعها وهذا يولد دائما التصادم بين الطرفين أنت أولا يشكلون جماعات هاي الجماعات أو الدول أو المجتمعات أو أي شيء وتبر دين أو جماعة ويجي شخص يقول أني نفكر بهذه القضية ويجي يناقش موضوع الدين ويناقش القيم الدينية ويحاول أن يفهم ما هو الله هل هناك إله ها كلها أسئلة تدمر الجماعة وتدمر الفكرة الدينية أصلا وتفضحها يعني هو الطرف الأول كما قل يعني هكما تقرؤون هو دائما ما يريد أعرف الأسباب ما لا علاقة وش أنا ماذا أفعل بالأسباب أنا أريد أن أمارس عنف أمارس العنف بطرق مختلفة وهذا الدين أنا وضعته خصيصا حتى أمارس العنف فأنت تأتي وتكشف سر اللعبة العصلية وبالتالي هذا يولد صراع عنيف بين الطرفين وهذا يفسر بأن لماذا دائما الأديان هي مجرد غطاء شرعي للعنف المتأصل داخل الطبيعة البشرية فلذلك وهذا هو كما قلت كل من يبحث عن أسباب هذا العنف راح يدمرها كليا والآن أصدقاء العزاء شكرا جزيلا على المتابعة حتى هذه الدقيقة وسأطور موضوع العلاقة بين العلم والفكر والأديان أو الدول بشكل عام لأن الدولة هي نوع من أنواع الأديان بالنسبة لي الدين هو منظومة تتحكم بشؤون الناس أو هي منظومة علاقات وفقا لتعريف دوركايم لكن دوركايم يعرف داخل مجتمعنا أعتبر أنه الدين هو المجتمع نفسه أو الجماعة نفسه الموضوع الآخر الذي أريد أشير له وهو أن ني في هذه الحلقة قدمت أفكار خاصة بشكل مطلق لم أحاول أن أتابع موضوع العنف ودراسة العنف وعلاقة العنف بالدين على الإطلاق بأي مكان آخر ولم إلا معلومات القديمة يعني اللي أعرفها لكن لم أحاول لأنني كنت أنوي أن أقدم أفكاري الخالصة حول هذا الموضوع بدون استعانة بأي منظر وبأي تأثير من طرف آخر لكن هذا لا يعني أنني لست بحاجة إلى المصادر الأخرى لمتابعة الجهود التي بدلت في بحث الموضوع العلاقة بين العنف والدين لكنني حاولت أن أقدم هذه الخامة الأساسية لهذه الفكرة وبعد ذلك أبدأ أشذبها وراجحها وطبعا بمساعدتكم وأتمنى أن يجد لي الأصدقاء ثغرات في هذا الطرح الذي أعتبره في كل أحوال مليئا بالثغرات والقصور بالتأكيد لأنه موديل يحتاج تطوير كبير وربما حتى نسف ما في مشكلة المهم أنا قدم الشيء أتمنى أن يكون له يفسر الكثير مما نحن فيه مع السلامة شكرا